أنا ما أقدرش أنسى موقفين في بداية حياتي الفنية وأنا لسه ممثل ما حدش عرفني في الشارع أصلا يعني يعني أبو يا أم اللي يعرفوني وكواتي بس ما حدش عرفني تاني أما ممثل قدام الأستاذ أحمد زكي شط في أول يوم تصوير فيلم الهروب وتاني تاني يوم لأن كان لازم الفوتوغرافة تطلع تاني يوم بسرعة جدا شاركورات لما تاني يوم يبعث للمدير أعماله يقول لي الأستاذ أحمد زكي عاوزك فروح لنا ومحمود البزاوي فيبص للصورة فيقول لي كلام رائع جدا ويسألني تطالف المعد ولا فأقول له آه فأقول لي كلام عظيم جدا يشجعنا أنا يخليني أقول أنه يعني هو كما لو كان الأستاذ بيقول لي أن يبني هذه المهنة مهنتك أنت ممثل كويس ده الأستاذ أحمد زكي لما الأستاذ محمود ياسين أمثل معه مشهد في فيلم اسمه ثلاثة على ميدة الدم ويبعث لي كوفير بتاعه وإحنا في الستيديو يقول له الأستاذ محمود عاوزك فروح له فيقول لي كلام شديد الروعة كان جميل الله عرفه يعني دول أساذ بجد صح دولوقتي أنت يعني أنا وظفت أنا مهمتنا أنه لما لاقي في حد كويس في الستيديو قل له أنت كويس وأنا أخسر إيه وبساعده هو كان بيساعدني طبعا يعني أنا في الأول مشهد بصوره أنا متوتر جدا أنا قاعد في المشهد قاعد أدام محمود ياسين يعني أينما تيمم وجهك تجد أفيش للأستاذ محمود ياسين طبعا في المرحلة إحنا كنات فيها طلبة في المعجة عرفه المصلحية كنت ما فيش مكان في شوارع القاهرة ألا فيه أفيش للأستاذ محمود ياسين صحيح الله يرحب ونجم الوطن العربي بلا منازحهم لما تقعد قدامه فلازم تتوتر يطبطب عليك ويقولك أنت كويس ده شيء عظيم جدا يعني نحن نحتاج أن نطبطب على الذين اللي بيبدأوا اللي بيقوء لسه بيبدأوا يعني كلنا نطبطب على بعض لأن العملية الفنية مش مين هيبقى أحسن في المشهد لا لو أنا ضعيف في المشهد الأستاذ محمود ياسين في المشهد مش حبقى كويس هو مدرك ده أو الأستاذ أحمد زاكي أو الأستاذ جوسف الحسين مش حبقى كويس يعني في النهاية خالص إحنا كلنا بنكمل بعض ما فيش حاجة اسمها حد أحسن اتربوا على دين أستاذ زاكي